في جولة إلى الخليج عنوانها الاقتصاد توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مدينة جدة السعودية في مستهل الجولة التي ستأخذه أيضا إلى قطر والإمارات وتهدف الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام إلى تعزيز الاستثمارات الخليجية في اقتصاد تركيا في مجالة عدة بدءا من الطاقة والصناعات الدفاعية وصولا إلى السياحة ومشاريع البناء التحتية وفق نائب الرئيس التركي جودات يلمز وكجزءا من الجولة ينظم مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية ثلاثة منتديات أعمال في كل من السعودية وقطر والإمارات وتعد زيارة أردوغان للسعودية هي الثانية منذ المصالحة بين البلدين في نيسان الماضي إثرى قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول عام 2018 قبيل بدء الجولة الخليجية أبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انفتاحه على عقد لقاء مع رئيس السوري بشار الأسد وأن تركيا لم تغلق الباب أبدا أمام المحادثات التركية السورية وخلال مؤتمر صحفي باسطنبول بيان أردوغان أن ما يهم هو كيفية تعاطي دمشق مع مواقف أنقرة مضيفا أن مطالب الأسد بانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية كشرط مسبق لإجراء محادثات غير مقبول وتعد تركيا أكبر حليف عسكري وسياسي للمعارضة السورية التي تسيطر على آخر معقل للمعارضة في شمال غرب سوريا هذا وأقامت أنقرة عشرات القواعد شمال سوريا ما حال دون استعادة الجيش السوري السيطرة على المنطقة أكثر من عشرين إصابة خطيرة في صفوف أبناء مخيم جنين خلفها عدوان الاحتلال الأخير على المخيم قبل أسبوعين وما يزلون على أسرة شفاء نصفهم يخضعون لعمليات جراحية مختلفة في مشافي مدينة نابلس يوسف بكر ابن مخيم جنين ومن أوائل مصابيه جراء قصف طائرات الاحتلال فجر الثالث من تموز الجاري مع بدء العدوان الإسرائيلية على جنين اتصابت لما بكيت كاعد باب بالحارة يعني كاعد أنا والشباب ما شفت اللي غير إيش صاروخ كاعد بين الجراي بعد الصاروخ بعرفش ولا صار شو صار ولا إيش بعد بعشر طيام تأصحيت وعرفت شو الموضوع شو الكصة كلها أنا بعرفش عنه شو صار معه يعني ولا إيش الجيش بكوا جيين عدت لنا سيحنا نشرد كامت الطيارة هاي الدوران كصفت وصل يوسف المستشفى التخصصي في نابلس بعد ساعات من إصابته الخطيرة وفيما ظنّت عائلته فقدانه خضع لعدة عمليات جراحية وسيخضع لأخرى في سبيل النجاة من حروق وشضايا اخترقت بعضها جسده وصارت شهادات صارخة على جرائم الاحتلال إصابته أول ما يجع هون كان مستشل إصابته يوسف في جرائم تنتين في شفين لحم وبدهم يعملوا عملية تجميل وعملية عملية سئده هون محركات وكل جسمه شضايا وبرأسه مفتوح قطبوا له إياه قعد تكريبا تبنتي إياه ولا بعرفي شيء حاله بعرفوش بالعناية هون بنا بالاستخصصي زارت مؤسسة جرح فلسطين وفعاليات نابلس يوسف على سرير المشفى اليوم ضمن سلسلة جهود تؤكد تقدير نابلس نضال شقيقتها وتوأمتها في المقاومة وهي التي سعت ومزالت تسعة لتأمين جرح جنين في مشافي نابلس بكافة احتياجاتهم أمية الجرح التي وصلت إلى محافظة نابلس كانت أصابات صعبة جدا أصابات غالبيتها كانت مباشرة من غرفة العمليات للعناية المكثفة وكان هناك عمل جبار بالترتيب مع إخواننا في المشفيات في المستشفيات الأطباء بتقديم كل ما يتم مطالبة مننا لهذا الجريح الفلسطيني مع قضاء كل يوم يتكشف جانب آخر من معاناة أبناء مخيم جنين جراء العدوان الأخير عليه وما قصة يوسف إلا قصة من بين عشرات القصص لمائة وعشرين جريحا برصاص وصواريخ الاحتلال قبل أسبوعين خلال اشتياح المخيم من مدينة نابلس المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا استجابة لدعوات النائبة في الكونغرس الأمريكي الهان عمر قرر أربعة نواب مقاطعة خطاب رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ المقرر يوم الأربعاء المقبل في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ وذلك احتجاجا على الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين هذا ويأتي خطاب هرتسوغ وفق الهان بعد أسبوعين على الجريمة التي اقترفتها قوات الاحتلال في مخيم جنين وعقب تبرئة حكومة الاحتلال لقاتل الشهيد إياد الحلاق أصوات تتعالى داخل أروقة الكونغرس الأمريكي مطالبة بالعدالة للشعب الفلسطيني ووضع حد لممارسات الاحتلال وجرائمه بحقه ولعل أبرز هذه الأصوات دعوة إلهان عمر عضو الكونغرس إلى مقاطعة خطاب رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ المقرر يوم الأربعاء فيما وصفت النائبة الأمريكية برامالا جايابال دولة الاحتلال بأنها دولة عنصرية وأن حل الدولتين بات بعيد المنال نظرا لجرائم الاحتلال وانتهاكات المستوطنين المتواصلة هذا الامتناع هو تطور لدى النواب في الكونغرس الأمريكي اتجاه السياسات الحكومية الإسرائيلية وقد يحدث تحولاً مستقبلاً في إجراءات وسياسات الإدارة الأمريكية اتجاه السراع الفلسطيني الإسرائيلي وإذا ما تطورت هذه المجموعات والتسعت قد يكون نصيباً مهماً للفلسطينيين للضغط على الإدارة الأمريكية محللون آخرون يرون أن تأثير هذه الأصوات التي يتبنها الحزب الديمقراطي في الكونغرس رغم أهميتها إلا أنها من الصعب أن تغير السياسات الأمريكية العامة والدعم تماماً لسلطات الاحتلال في الحزب الديمقراطي يشهد تغيرات كبيرة هذا الحزب هو أكثر قرباً من الحقوق الإنسان بين كوسين اليسارية بالمعنى الرأسماني للكلمة بالمعنى الأمريكي للكلمة أيضاً هناك شباب جدد كما قلت وفي خروج من التأييد المطلق الدائم اللي بيشتقاش فيه من الحزب الديمقراطي لا سياسات جديدة خاصة أنه فيه ساندرز مثلاً واحد من هذا الحزب وكان أكبر ناقد لإسرائيل لكن هل هذا نعول عليه على مدى طويل؟ لا لأنه نعول عليه لأنه صنع القرار الأمريكي هو الشركات الكارتلات الصناعية الأسلحة البترول الغاز لكن ما يجمع عليه المحللون هو أهمية تعزيز هذه الأصوات وتكريس الجهود من أجل إبرازها والبناء عليها في إطار توعية العالم بغطرصة الكيان المحتل وتفاقم جرائمه بحق الشعب الفلسطيني من رمالة المحتلة أسيل سليمان رؤيا بعد نحو شهر ونصف من تعليق المفاوضات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة عادت طرفان لاستئناف المفاوضات التي ترعاها السعودية وأمريكا مع دخول الصراع شهره الرابع وعلى الأرض قصفت طائرات الجيش السوداني مواقع للدعم السريع وسط وجنوب مدينة أمدرمان في حين شددت مفاوضية الاتحاد الإفريقي على ضرورة تنصيق الجهود الإقليمية والدولية لحل الصراع ومنذ اندلاعه منتصف نيسان الماضي أسفرت الحرب عن مقتل ثلاثة ألاف شخص على الأقل وتشريد أكثر من ثلاثة ملايين آخرين وتتركز المعارك في العاصمة السودانية الخرطوم وضواحيها وإقليم درفور بغرب البلاد حيث يعيش ربع سكان السودان وسط انهيارات النقدية متجذرة منذ أشهر يواجه لبنان في نهاية تموزة الحالية استحقاقا غير مسبوق في تاريخه شغور أو استبدال حاكم مصر في لبنان رياض سلامة المتربع على عرش السياسة النقدية منذ ثلاثة عقود وتسعى الحكومة وسط رفض نواب الحاكم الأربعة تسلم المهمة الشائكة لتأمين استمرارية إدارة المصرف المركزية بعد أن استبعد رئيسها نجيب ميقاتي خيار التغيير أو التمديد لسلامة راسما رؤية واضحة بتولي النائب الأول وسيم منصور المهمة إلى حين تعيين بديل وفي ظل الوضع الغامض الذي سيرس عليه مصير حاكمية مصرف لبنان كسر سعر صرف الدولار وتيرته المستقرة منذ أشهر فارتفع بشكل مفاجئ قرابة عشرة ألاف ليرة دفعة واحدة قبل أن يعاود الانخفاض وبدى ذلك بمثابة مؤشر أولي واضح إلى بوادر تداعيات سلبية في السوق المالية والنقدية إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تبنت كييف هجوما بواسطة مسيارات بحرية أدى إلى مقتل شخصين في سيارة سياحية على جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة التي ضمتها عام 2014 مصادر أمنية أوكرانية أفادت بأن الاستخبارات وسلاح البحرية يقفان وراء استهداف الجسر الذي يعبر مضيق كيرتش وهو الهجوم الثاني في غضون أشهر وصفة إياه بالعملية الخاصة روسيا من جنيبها وجهت أصابع الاتهام لأوكرانيا بتنفيذ الهجوم مشيرة إلى أن المسؤولين الأوكرانيين يتخذون القرارات بمشاركة مباشرة من أجهزة مخابرات وسياسيين في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا ويذكر أن شبه جزيرة القرم تشكل قاعدة خلفية للقوات الروسية في أوكرانيا وجسرا أساسيا في إدارة عمليات موسكو العسكرية لمناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي على السلام والأمن في العالم دعت الولايات المتحدة بريطانيا لحضور أول نقاشا رسميا يعقده مجلس الأمن الدولي يوم غد وتدرس الحكومات في العالم كيفية التخفيف من مخاطر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة والتي يمكن أن تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي وتغير مشهد الأمن الدولي هذا وتتولى بريطانيا رئاسة دورية لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر وتسعى إلى دور قيادي لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعية